تتواصل فعليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخة الرابعة بعنوان معا لتعافي المستدام وذلك بحضور شخصيات رافعة المستوى وبمشاركة شبابية لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخة الرابعة بعنوان معا لتعافي مستدام بحضور شخصيات رافعة المستوى وبمشاركة شبابية كبيرة التنمية هتكون من القاعدة اللي هيكون حراك للتنمية هي القاعدة العريضة من الشباب في الوطن العربي لأنه هم اللي بيملكوا الحضر والمستقبل المؤتمر بيواجه جائحة كورونا بأحد المبادرات اللي بتقدمها الشباب دايما ودايما إحنا يعني الدولة وفخمة رئيس عبد الفتاح السيسي داعم لكل المبادرات الشبابية وكل المؤتمرات اللي بتنظمها الدولة وناقشت جلسات اليوم الثاني عدد من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة التجربة المصرية كما عقدت كل من إدارة التدريب وإدارة التنمية المستدامة في اليوم الثاني من الأسبوع العربي جلسة برنامج الشباب ونموذج محاكات جامعة الدول العربية لتعزيز العمل الشبابي في مختلف الدول العربية خاصة بعد التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا المشاركة حافلة بكثيرا من الموضوعات اللي ممكن تكون بتهم الشأن العربي وأهمهم في تقديري هي مسألة البرنامج العربي لمواجهة التغيرات المناخية نحن على مستوى المجتمع المدني عاملين مبادرس مال مليون شاب متطوع للتكايف المناخي لمواجهة بنقدر نقول عليها الحالة الطريقة للتغيرات المناخية في العالم التجربة النهاردة نحن بنحاول نحن نجد حلول جديدة لتعافي مستدام سواء تعافي بيئي تعافي صحي أي أن كان نوع تعافي هو إيه كل واحد من الشباب بيعرض التجربة بتاعته نسمع القائدات بتاعتنا نشوف التجارب السابقة كانت موقفها عامل إزاي ضربنا في جامعة دول العربية على كافة الحالات حاجات سياسية حاجات عربية دبلوماسية أفكار تنمية المستدامة والزين واكب تغير المناخ من المهمة جدا بتأثر على منطالة العربية السيحة العربية الشباب وخلال الفعاليات تم التأكيد على ضرورة تركيز أكثر على التدريب وبناء القدرات اللازمة للتعامل مع الواقع الجديد من خلال توطيد العلاقات والشراكات بين الشباب العربي وتوظيف التدريبات وبناء القدرات علميا وعمليا لتمكين الشباب والاستفادة القصوى من ابتكاراتهم أحمد الحسيني التلفزيون المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة